اشتركوا في القناة الحالية من بداية السلسلة لحد الآن للي متابعين أنه احنا نستفاد طبعا أن المصطلح بصور رئيسية مثل ما احنا نعرف متطلح يدل على أنه العلم يدل على كلمة علم تمام يدل على موقع يدل على أنه أكو موضع جانبي فأنا من أجي أمثل هذه بجزئة مثل هنا خلنا نأخذ جسم الإنسان أو خلية من عنده تمام هذه خلية من جسم الإنسان وهذا جسم الإنسان هذول رح يبدأ يهاجمهم الباراسايت الباراسايت هو أحد أنواع الكائنات الدقيقة اللي يعتاش يعتاش بصورة مباشرة أو غير مباشرة شون يعني يأما يهاجم ويأخذ جزء من غذاء الإنسان فقط أو مو فقط يهاجمه مو فقط يأخذ غذائه يهاجمه أيضاً فهنا انتبهوا المثل هذا الكائن الأحمر بالباراسايت أنا حطيتها من الجانبين على متذكر أنه كلمة بارا أو بيرا تكون شي جانبي أي ما يمثله باللغة العربية الطفيلي مثل النبتة الضرة لأن نبتة دائما تكون صحيحة وبجانبها نبتة ضرة النبتة الضرة تأخذ من غذاء من جذر هذه النبتة الصحيحة بعض الأحيان تدمر الجذر مالته نفس الحالة بالضبط الكائن الطفيلي اللي هو الباراسايتس فالباراسايتس شي سوي لي يهاجم خلية جسم الإنسان بالخصوص وجسم الإنسان كله بصورة عامة فشي سوي يحتاج عليه يأخذ غذائه تمام وأيضا بعض الحالات يهاجمه فإذا أخذ غذائه جسم الإنسان حيضعف حينحل مناعته حتقل كمية الغذاء اللي يحتاجها حتقل فبالتالي ينضرب هذا في حالة أنه أخذ فقط غذائه أما في حالة هاجمه راح يعتمد على حسب مكان الهجوم اللي يتهاجم بالباراسايتس لذلك احنا اليوم راح نناقش نسوي لكم على الموضوع اللي راح نناقشه بالمستقبل القريب إن شاء الله فالباراسايتولوجي هو الألم اللي يناقش الباراسايت الطفيليات أو الكائنات الطفيليات والهوست اللي يدخل به بالخصوص هو الإنسان والدزيز اللي يسببها هذه الطفيليات والعلاج من هذه الطفيليات تمام؟ أو كيفية التخلص من عدها خلينا نجي للكلاسفكيشن من الباراسايتولوجي طبعا احنا شنسميهن كائنات ذني بروتوزواء تمام؟ البروتو بروتو زواء هاي البروتوزواء تتقسم لي إلى أربع مجاميع المجموعة الأولى من البروتوزواء هي مجموعة البروتوزواء المجموعة الأولى هي البروتوزواء اللي تسبب لي جي آي انفكشنز تسبب لي التهابات بالغاسترو انتستاينال سيستم ورح نتحدث عنه ونضطرها كل وحدة تتضمن مجاميع معينة طبعا هذه المجاميع هي اغلب المجاميع او اشهر المجاميع اللي تحتاج انت تعرفها مو على المضمون المطلق لانه الكائنات الدقيقة خصوصا البروتوزواء ممكن لا تعد ولا تحصى واحنا اصلا بعدنا ما مكتش فيها كل حالي على العموم نجي المجموعة الثانية المجموعة الثانية شنية؟ البروتوزواء اللي شنو تسبب لي بروتوزواء اللي تسبب لي بروتوزواء اللي تسبب لي اللي شنو هيماتولوجيك انفكشنز هيماتولوجيك انفكشنز هيماتولوجيك انفكشنز اللي شنية الالتهابات اللي تكون في كوريات دم الحمر او بالدم بصورة عامة الاخيرة هي الاذرس 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 ليش قلني ااذرس الاخرى طبعا الاولى بجهاز الهضمي الثانية بالجهاز العصبي بالخصوص بالجهاز العصبي المركزي الثالثة بالجهاز الجهاز الاوعية الدموية او جهاز الدموي اللي هو بالهيماتولوجيك انفكشنز الالتهابات الدموية و الاذرس الاذرس قلني الاذرس لان رح نشرحها ان شاء الله بيها سبديجينز كثيرة ما محددة بسيستم معين هاجم كذا سيستم و بيها هذي تتضمن بمناسبة تتضمن انواع الديدان اللي احنا نشوفها بالفيسبوك نشوفها باليوتيوب نشوفها بالافلام بعض الاحيان لما يسوا عملية ويتطلع مجموعة الديدان كأنما سبكتتي يعني فقد اكو مناظر مقرفة كل شي اشتهرت بالسوشال ميديا بفترة قريبة فهذه ان شاء الله رح نناقشها لانه اكو بيها انواع مختلفة بيها مجامع مختلفة بيها النيماتولد بيها السيستود و الاخره نناقش ان شاء الله كل هند بالقريب القادم ريفيو عام بصورة سريعة اول براسايت كائنات دقيقة تحتاش على الكائن الحي اولا اما تاكل غذاء فقط فبالتالي تسبب لضر انه يصير عدة نقص بالغذاء ثانيا تاخذ غذاء او تهاجم خلايا فبالتالي يصر عندي مرض ايضا المجامع اللي يناقشها هذا السيستم اللي هو البروتوزوة المجامع هذه تسمى الكائنات تسمى بروتوزوة اللي هي الجمع مالتين فتيجي على البروتوزوة اللي مجموع البروتوزوة اللي مجموع البروتوزوة المجامع اللي هاجم لي وتسبب لي غاسترونتستاينال سيستم انفكشنز والثانية اللي تسبب لي سنترد نيرفوز سيستم انفكشنز والثالثة اللي تسبب لي هيماتولوجيكال انفكشنز والرابعة الاذرس اللي بها مختلف التهابات مجامع صغيرة هذا كل اللي لازم يتعرفه كمقدمة عامة عليما عن البروتوزوة ان شاء الله راح نجعلها مجموعة مجموعة بتفاصيل كل ارغانزم معين وتعرف كل اللي تحتاجه عليه بدون اي اشكال وان شاء الله تكون قادر على عبور اي امتحان بخصوص هذا المواضع حتى نراكم في الحق القادمة نترككم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة